السلام عليكم بسم الله نبدو كاملين بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله ستكونوا كامل بخير وتبقىكم هذا الفيديو بصحة وعافية يا ربي أمين كما وعدتكم في الفيديو السابق الفيديو ستكون الوصفة للميني بطبوط وميني ربس هذه المملحات خاصة بالحفلات يأتي مملحات صغار ومملحات بريستيج والبنة بزاف 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 وخدمتهم سهلة بزاف بزاف سوف نشارك معكم هذه الميني ربس والميني بطبوط سوف نحشيهم بالدجاج كينتاكي سوف نخدم بولي كيفسي ونحشيهم بهم كما رأيتكم في الفيديو السابق قدرت شاركت معكم كيف خدمت هذا الطقس كيك ديزاين سبايدر مان كما رأيتكم للمبتدئين أعطيتكم نصائح ورعت لكم ثاني كيف سوفيت القانش منتي كما قلت لكم في الفيديو السابق دجا كانت طويلة الفيديو سوف نشارك معكم هذه المملكات الميني بطبوط وميني ربس لديهم الكثير من الناس يحتاجون في هذا الميني ونحش في الحفلات البريام وقع وقع سوف نبدأ الفيديو على بركتي الله بسم الله سوف نبدأ معكم العجينة التي نعتمدها في قاع المملحات كما رأيكم عارفين انا عندي باش في الانستغرام نخدم فيها صالي سيكري سيكومون تطلقوا الرابط التاحة في صندوق الوصف العجينة هذه سوف ندير بها الكثير من المملحات شاهدوا خمس كيسين فارينة زوج مغارف كبار خميرة الخبز وثلث مغارف كبار سكر ومغارف كبيرة ملح وثلث مغارف كبار زيت سيزيد عليها مغارف كبيرة وبالعجينة ونضيفوا ماء ثانيا نضرهم ما يقبل الوصف و بعد واحد ألعف كبيرة اضافة العجينة لتحصل على المملحات سوف نمتلك من خال بك اضافة العجينة سوف نسلق على الأمور لكيس مغارفة الخبز تأتي بين خفيف ومثل العجينة ولمتقب داخل وقاع يجب أن نضيف المملحات ماذا تقوم بحق البحر لكيس خبزها تخبح بخفيف بعد أن أجنت سألومها ونجعلها تخمر على جهة سألوم بشكل ما سألوم بها سألوم بها مملحات لأنني أخذتها الميني برغر سألوم بميني كواسون ومثلت أسوال سأشاركوه معكم في الفيديو سألوم بحضر الميني هنا يتبع تصدر التجاج قطعته مرصوص خارع لحسب الميني صالي أجبت كاس حليب سألوم بمغرفة عصير ليمون مغرفة صغيرة مطاد وحبة تبيض سأضيف الخلطة لبناء التي سألوم بها البوليتائي ويأتي على شكل دجاج كينتاكي ليزي بيس لبناء ليزي بيس في الخلطة التي سألوم بها تجاج لبناء البابريكا سألوم ببناء البابريكا في الفل الأسود والحرور القرفة سألوم بمغرفة صغيرة تجاج سكنجبير سألوم بصورة من قصب لكن المطحون ونخلط بالفوي لا تنسوا البرناتات الرشرة عن الملح لدينا هذه الخلطة سائلة ولكن لا يمكنك دعوها سائلة ولكن نقول لكم لماذا تجعلت الخلطة سائلة ونكثر كمية زائدة كما نريد نقلي لا تنسوا البرناتات الرشرة لدينا هذه الخلطة لدينا نهار قبل نهار الخميس ونعمل خبز الخبز خبز 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 يقوم بها خبز ينشئ خبز أو خبز نقوم بسائلة نقوم بسائلة حينما تجعلها كما قمتون أخرى مثل كما البالون نسحقها ونقوم بورسة لبنائة بعد ذلك سأخدم الميني بطبوت وسأخدم ثاني الميني بيرجر ونبدأ نقوم بغير بالشيئ ترى البنائة الميني بطبوت كي ينجح لي لا نطبعها بالسرسو لأن السرسو يجعل الحواء في مقطعين وين يجعلهم تقوم وين الهواء يخرج ويجعلهم لا ينفقون كما البالون سأخدم الخبز على الميني بطبوت سأخدمها على هذه الطريقة سأخدمه بالرولو سأخدمه كويرات ونبدأ نحل فيه بالرولو ونبدأ نطيبه على نار قاوية في مقلع على نار قاوية كما سترى سأخدمها على الطريقة لبنائة لا يوجد توقع وين الهواء يخرج وين ينفق الخناء كما سترى ينفقه وين يأتي بالرولو ويأتي بالرولو ويأتي بالرولو سأخدمه لأننا سأخدمه لأنه يوجد التعب لا نقوم بعمل كميات كبيرة ونقوم بعمل كميات سأخبركم كيف سأخبركم لأنني أخبركم سأخبركم على نار قاوية ونقوم بعمل فرق ثم نقوم بعمل لأنها تنفق ونقوم بعمل لا تطبيعوا بالرولو لأنني في الجزء كنت أخبركم مينا بطباط ونقوم بعمل لم يكن ينفق ونبعدك مع البراتيك مع البراتيك البناء دمي ولي عندها اكسبرينيونس تعرفوا وشاوة اللي نستوها لحنا ما يخلوش ديك صالحة تنجحنا بعدما كملت انا رأى عادة كي طيب ما كملت غادي نوري لكم كيفاش يجي ملت داخل يجي فارغ ما يطورش بزاف البناء في الغاز ثانيك مامبا دقيقة ولا دقيقة يكون صايد تحمر ونتنفخ كما راكم تشوفوا البناء غادي نديرها في الكونجيلاتور هو و و هذا الخبز شوارما سنقسمها سنقطعها معاكم سنضرها في الكونجيلاتور خاش قولكم درتهم الخميس هذا ديروا في الكونجيلاتور لكي نهار الخميس الصباح نجبدهم ونبقى نحشيف المملحات ستعيش في الخبز شوارما كيفاش يجي طري يجي روعة ثاني كما راكمتوا مدت له الحليب مدت له لا بايدة ولا العفسار في طروات العجينة السر لكي يجي لك الخبز و شوية بتاع المملحات طري العجينة حتى لكي تلصق لك شوية في اليد و تسعيش معها لكي تخرجي مملحات شابين شوفوا دوارات كما تشوفهم متوسطين ما كبار ما صغر سنقسمهم على ربعة و يجب أن يكون هناك متلاتات هذه المتلاتات سوف نعمل بهم ربس و سوف نقول لكم كيفاش نبلعهم هذه هي الكمية التي أعطيتها التي قمت بها على هذا الشكل نبلعه على هذا الشكل يعطيني ميني ربس شابين و لا يجب عليهم و لا يجب عليهم دوارات صغر و لا يجب عليهم و لا يجب عليهم على حساب الميني ربس يجب عليهم الحواف يجب عليهم و لا يجب عليهم و لا يجب عليهم هذه طريقة أخرى بعدما قمت بها الميني برغر سوف نقوم بالبيض و سوف نرشهم بذور الشيء لم أخبركم أن الخبز على الميني بطبط نوزنه 20 غرام و الخبز على الميني برغر نوزنه 30 غرام يعطينا هذا الشكل و هذه الميني كرواسة خدمتهم في الصباح نقوم بختيفهم بعدما قمت بها الخبز على المملاحات سوف نضع المشكلة سوف نشاركة معكم درسل الوصفة سوف نضعها في صندوق الوصفة و هناك في الوصفة التي شاركتها لم أحشيتهم كما في الشوكولة فإن أعطيتكم هذه المساعدة تقومون بحشوهم بشوكولة و بفرائحة القوالية نصفوهم بالخالة و نعطيبوهم ستكون وراء في نهاية الفيديو هذا الشيء نهار لنسبة الصباح سوف نقل في هذا البولي KFC ونقوم بعمل في فارينة وقوم بعمل على زي بيس نقوم بعمل في فارينة ونقوم بعمل صغيرة خميرة كيميائية ونقوم بعمل على حسب زوج مغالف كبار ونقوم بعمل في فارينة وقام بعمل كل جديد لكن علينا سترمد على مرسو في فارينة نرده في الفارينة نرده في خلطة فارينة كيف يقوم بعمله بعمل دفئة في فارينة و دفئة في الخلطة أنت فاهمت شكل كالا ذكروا ما هذا دعونا متبقى و هنا لدينا البريزة ميلي وطابو لنضيفهم خماش غابي من الفوغة وهذا هو البولي بعد قليتها نرى كيف يأتي ويأتي بنين ونحكي لكم في هذا المنزل ونطيبوها النار الزائدة لبنات الباسكو المرسطة البولي كانوا صغر ونبدأت المنطيف في الميني بطبط نرى المنطاج جدا نضيفه مايوناز وصلاة ونضيفه خماش سلايس ونضيفه خماش سلايس ونضيفه خماش سلايس ونضيفه الخلطات ونضيفه خلطات لأصوص في مائناز قطية ورصناطير وقمون عصير ليمون ونضيفه سيبولة ونضيفه مكعبة صغيرة ونضيفه في صندوق الوصف ونضيفه مع نفسه قطعه في الوصف ونضيفه خلطات ونضيفه خلطات مده وتنضيفه خلطات ملحة ونضيفه خلطات مجرد ونضيفه خماش سلايس ونضيفه 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 مايوناز سلاطة ، خيار ، طماطيس ، البولي ، و خماج سلايستان يكون لصوص غريك في المملاحات التعليفية من الدجاج نحن أفضل لصوص غريك لأنه تعطيهم بنا و حموضة يجو بنا بزاف 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 هذا هو الشكل لديهم انظروا البولي و الحجم الذي تبغوه هذا هو مملاحات مملاحات هذا هو الشكل لديهم النهائي لكي لا يوجد مكان بزين لا يوجد مكان بزين سوف أشارك معكم لبنات وصفة ميني بطبوط بشكل حشو ثاني والدجاج يأتي كريم لا يوجد أرواح لكم رابعة في صندوق الوصف مع الوصفة كوب كيك و شوكولة مع الوصفة ميني بيرجر و ميني بيتزا مع الوصفة كيك ديزان سبايدر مين في صندوق الوصف مع جميع المقادير التي خدمت بهم هذه الوصفة كل شيء ستجده في صندوق الوصف هذه هي الوصفة التي يقول لكم بشاركتها معكم من قبل هذه الوصفة تجده في صندوق الوصف لكي يحتاجون هذه الوصفات بوزكرها جاي الصيف و جاي الحافلة على الخطوبة والباك والبيام إن شاء الله غير نكون فرحتكم بهذه الوصفات و إن شاء الله نكون فتكم بهذا الفيديو تكونوا عجبكم الوصفات و لا عجبوسكم الفيديو وعجبكم الوصفات خلوا لي لايك و داموني بليزا بون مو و شكرا بزاف بزاف لكم على دعمكم المستمر للقناة تربيه خليكم ويعطيكم ماراكم اسمانين و خليتكم على بركة الله إلى الفيديو القادم إنساء الله و سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك